متفرقاتنا الدولية الآن استبعد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري وجود بوادر أمل لانفراج الأزمة الخليجية مشيرا إلى أن تصريحات بعض الساسة تزيد من الشرخ رغم محاولات الوساطة الكويتية كما دعا خلال تواجده في الجزائر للمشاركة في مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحييد الجانب الإنساني والحقوقي عن الخلافات السياسية أحمد رجلي كان حاضرا ونصد تالي للأسف كل الحكومات سواء الجانب الكويتي أو حتى الدول الأخرى التي تدعم الوساطة الكويتية هم يركزون على الحل السياسي كان من الأجداء ومنذ البداية بأن يكون هناك ينحى أو يتم تحييد المواطنين من هذه الأزمة وبعد ذلك ينظرون خاصة أن الأزمة طبقا لبعض التصريحات المسؤولية دول حصار ما قد تستمر فهل يعني يستمر معاناة هؤلاء المواطنين بالعكس نتمنى بأن تكلل جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بالنجاح في هذه الوساطة بين دول مجلس التعاون وحتى إذا كان هناك جهود أخرى أو سمحة لجهود أخرى بالتدخل لحل هذه الأشكالية من جهة أخرى ثمن المر موقف الجزائر من الأزمة الخليجية مؤكدا أنه ينتظر منها الكثير لو سمح لها بالتوسط والمساعدة في حل الأزمة طبعا ما لا شك فيه أن موقف الجزائر هو منذ بداية الأزمة بأن مع سيادة القرار ومبدأ سيادة الدول ومبدأ حل هذه الاشكاليات بالحوار والعكس إذا كانت هناك جهود أو يسمح للحكومة الجزائرية أو بالتدخل لحل هذه الأزمة من وجهة نظرنا نحن كمسؤولين عن حقوق الإنسان نؤيد وندعو بأن يكون هناك بالفعل حل هذه الأزمة ليكون هناك حل لموضوعات حقوق الإنسان